السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في القناة حكايات عائلة عمر ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بالنزله النهاردة هنبدأ معاكم في أول قصة وهي قصة نزول الوحي على سيدنا محمد أول لما سيدنا محمد تم الأربعين سنة كان متعود يعبد ربنا فوق الجبل جبل اسمه جبل النور جوه غار الغار ده اسمه غار حراء بس في يوم من الأيام في شهر رمضان سيدنا محمد طلع الجبل ودخل الغار غار حراء عشان يعبد ربنا زي ما هو متعود عارفين إلا حصل ربنا اختار اليوم ده عشان يبعت لسيدنا محمد ملك جوه الغار عشان يعلم سيدنا محمد هيعلمه كلام ربنا هيعلمه القرآن الملك ده اسمه ايه؟ اسمه سيدنا جبريل عليه السلام سيدنا محمد قاعد جوه الغار بيعبد ربنا وبيدعيه جا جبريل عليه السلام لغار حراء وقال سيدنا محمد اقرأ سيدنا محمد رد ما انا بقارئ يعني انا مش بعرف اقرأ فجبريل عليه السلام ضمه بقوة يعني حضنه جامد وبعدين سابه وقال له تاني اقرأ فرد الرسول صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ يعني انا مش بعرف اقرأ فجبريل عليه السلام ضمه تاني يعني حضنه جامد وبعدين سابه وقال له اقرأ فرد الرسول صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ فجبريل عليه السلام ضمه ثالث بس المرة دي سيدنا جبريل عليه السلام قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وبعدها اختفى جبريل عليه السلام من الغار فجأة الرسول عليه الصلاة والسلام خاف قوي ونزل من الجبل بسرعة وهو جسمه عرقان وبتراش جرى بسرعة على بيته عند السيدة خديجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان خايف لأنه لسه ما كانش يعرف ان جبريل عليه السلام هو ملك من عند ربنا وان ربنا بعثه عشان يعلم سيدنا محمد القرآن كلام ربنا اللي هيخلي الناس تعمل الخير وتبعد عن الشر أول لما السيدة خديجة فتحت له الباب لقيته خايف قوي وجسمه بيترعش وعرقان قال لها بسرعة زملوني زملوني يعني غطوني غطوني فالسيدة خديجة بسرعة جبت له غطة طقيل ودفته بيه لأن جسمه كان كله بيترعش وكانت السيدة خديجة خايفة عليه جدا وبتنشف عرقه لغاية لما بقى كويس وبعدها السيدة خديجة سألته إيه اللي حصل؟ فحكى لها كل اللي حصل بالزبط وقال لها قد إيه إن هو كان خايف السيدة خديجة طمينت سيدنا محمد عارفين ليه؟ قالت له ما تخافش ربنا مش هيخلي أي حاجة وحشة تحصل لك لأنك دايما بتقول الصدق ودايما طيب مع كل قريبك وبتهتم بيهم ودايما بتريح أي إنسان تعبان ودايما أخلاقك أحسن أخلاق وكمان بتكرم ضيوفك ولو أي حد حصل له مشكلة على طول بتساعده فما تخافش أبدا عشان اللي بيعمل أعمالي الطيبة دي ربنا بيحميه وبعدين قالت له تعالى نروح نسأل عن اللي حصل ده نسأل ابن عمي اسمه إيه؟ اسمه ورقة ابن نوفل ورقة ابن نوفل كان راجل عجوز قوي وكان بيقرأ كتير كتير وكان عارف إن فيه نبي ربنا هيختاره عشان يعلم الناس كلها وكان عارف صفاته راحوا لورقة ابن نوفل وحكوا ليه كل اللي حصل عارفين قال لهم إيه؟ بصل سيدنا محمد وقال له والله أنا كنت متأكد إن أنت النبي اللي ربنا اختاره واللي جالك في غار حراء هو جبريل الملاك اللي ربنا بيبعته للأنبياء عشان يعلمهم وربنا بعته لكل الأنبياء اللي قابلك وبعته ليك عشان أنت النبي اللي ربنا اختاره بس ورقة ابن نوفل قال له على حاجة كمان حاجة تخوف قال له خد ذلك أهل مكة الكفار اللي بيعبودوا الأصنام لما يعرفوا إنك النبي اللي ربنا اختاره هيحربوك وهيقذوك وهيخلك تمشي وتسيب مكة سيدنا محمد سأله هيخرجوني من مكة؟ فرد عليه ورقة ابن نوفل أيوة ما فيش نبي ربنا بعته إلا و لازم يحربوا القفار ويطردوه ورقة ابن نوفل راجل عجوز أوي زي ما قلنا بس لسيدنا محمد وهو زعلان نفسي أكون شاب أو أكون لسه عايش لما يحربوك عشان أساعدك على قد ما أقدر وأكون معاك وراح قايم ورقة من نوفل الرجل العجوز ووطع على راس سيدنا محمد وبس راسه لما عرف إن ده الإنسان اللي ربنا اختاره عشان يكون النبي اللي هيعلم كل الناس أوامر ربنا بس يا ترى إيه لها يحصل لما يعرف كفار مكة إن سيدنا محمد هو النبي اللي ربنا اختاره سيدنا محمد والسيدة خديجة بعد لما راجعوا من عنده ورقة ابن نوفل اتطمنوا وعرفوا إن النبي اللي ربنا اختاره هو سيدنا محمد فالسيدة خديجة أمنت بسيدنا محمد يعني إيه أمنت بسيدنا محمد يعني قالت أنا عرفت إن سيدنا محمد هو النبي اللي ربنا اختاره وأسمع كلامه في كل حاجة هيقول لي عليها عشان هو النبي اللي هيعلمني اوامر ربنا يبقى مين اول واحد امت بسيدنا محمد وسمعت كلامه السيدة خديجة سيدنا محمد يطمن ورجع الغار تاني فوق فوق الجبل وقعد هناك يعبد ربنا ويدعي ربنا ومرت الايام في غار حراء وسيدنا محمد مستني جبريل عليه السلام يرجع تاني بس جبريل عليه السلام مجاش وسيدنا محمد فضل برضو يعبد ربنا ويدعي ولما خلص نزل من الجبل عشان يرجع لبيته وبعدين لما وصل لاخر الجبل تحت ومشي سمع صوت بيندح عليه بص حواليه ملقاش حد فبص في السماء فشاف الملاج جبريل عليه السلام اللي جاله في الغار فخاف قوي برضو لانه لسه مش متعود انه يشوفه ورجع بيته بسرعة اول لما رجع البيت كان خايف وبيتراعش برضو والسيدة خديجة غضته بسرعة تاني بس المرة دي سيدنا محمد سمع صوت جبريل عليه السلام وهو بيقول له كلام ربنا القرآن بيقول ايه يا ايها المدثر قم فاندر يعني ايه المدثر يعني الانسان اللي بيتغطى يعني يا محمد انت بتضغط عشان خايف ما تخافش وقوم علم الناس يعبدوا ربنا عشان يدخلوا الجنة وقلهم اللي هيعبدوا الاصنام مش هيحبه وهيبقى مكانه في النار فسيدنا محمد الطمن وبقى خايف وبقى مش خايف وعرف ان النبي اللي ربنا اختاره وان جبريل هو الملاك اللي هيقول له كلام ربنا عشان سيدنا محمد يعلم الناس كلها سيدنا محمد بدأ يقول للناس بس في السر يقول لهم ان النبي يقول لهم انه النبي وانهم لازم يعبدوا ربنا ويعلموا الخير وتبقى اخلاقهم طيبة كان بيقول كده للناس في السر عشان الكفار اشرار ولو عرفوا هيقزوا ويديقوا وهيديقوا المؤمنين الطيبين اول راجل امن بسيدنا محمد يعني سمع كلامه وصدقه كان سيدنا ابو بكر الصديق سيدنا ابو بكر كان صاحب سيدنا محمد وسيدنا ابو بكر عارف من زمان ان سيدنا محمد صادق امين وعمره مقال غير صدق فامن بيه على طول واول ولد صغير امن بسيدنا محمد اسمه علي سيدنا علي كان عنده عشر سنين لما امن بسيدنا محمد بقى ولد مؤمن طيب يسمع كلام سيدنا محمد وكل يوم يعدي ناس كمان كانت تعرف سيدنا محمد وبقوا مؤمنين طيبين بس فيه السر وكانوا لما يبقوا عايزين يصلوا يستخبوا ورا الجبل عشان الكفار الاشرار ما يشوفوش وكانوا بيتجمعوا في السر في بيت اسمه دار الارقم بيتعلموا فيه القرآن يقعد المؤمنين الطيبين مع بعض ومعاهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمهم القرآن كلام ربنا ويعرفهم ان ربنا اللي خلقهم وخلق كل حاجة في الدنيا وانهم يعبدوا ربنا بس لان ربنا بس هو اللي يقدر يعلمنا كل حاجة يعمل لنا كل حاجة ويعلمهم الاخلاق الطيبة الصدق والامانة والعطفة على المساكين وكل اعمال الخير فضل سيدنا محمد تلات سنين تلات سنين يقول للناس في السر ويعلمهم في السر لغاية لما جبريل عليه السلام قال له لازم تعرف كل الناس وتعلم لكل الناس كل الناس لازم تعرف بس يطرى الكفار الاشرار لما عرفه هيحصل ايه سيدنا محمد في ذل تلات سنين بيعلم الناس في السر في دار اسمه دار الارقام لغاية لما جبريل عليه السلام قال لسيدنا محمد ان ربنا بيأمره انه يعرف كل الناس ويعلم لكل الناس ويعرفهم انه النبي اللي ربنا اختاره فسيدنا محمد جمع كل اهله قريبه وقال لهم انتوا قريبي وعارفين ان عمري ما قلتلكوا الا الصدق ان ربنا اختارني ان اكون النبي اللي هيعلمكم ويعلم كل الناس وربنا واحد هو اللي خلقنا وما ينفعش نوعه بتحدى تاني غير ربنا واللي هيعمل خير وهيطيع ربنا وهيسمع كلامه هيدخل الجنة واللي هيعبد اي حاجة تانية هيدخل النار فاهله سكته قعدوا يفكروا في كلامه الا واحد من اهل سيدنا محمد عمه عمه ابو لهب كان عمه ابو لهب قلبه قاسي ومن الاشرار وما بيحبش يسمع كلام ربنا ابو لهب قال لأهله قريبه محدش يسمع كلام سيدنا محمد ولا يساعده لو حميتو او ساعدتو كل الناس هتحاربكو وهتموتكو خايف من الناس ومش خايف من ربنا بس عمه التاني ابو طالب كان طيب هو لرب سيدنا محمد قال لأبو لهب لأ انا هاقص مع سيدنا محمد وهساعده ومش خلي اي حد يؤذي او يدايقه بس للأسف عمه ابو طالب رغم انه بيحب سيدنا محمد وبيدافع عنه لكن كان بيعمل زي الكفار بيعبد الاصنام وخايف يبطل يعمل كده وخايف يسمع كلام سيدنا محمد ويعبد ربنا بس لحسن الكفار يتريقوا عليه ويدايقوا ويشتموه ففضل ابو طالب يعبد الاصنام وفي نفس الوقت بيحمي سيدنا محمد وبيمنع اي حد ان يؤذيه طب كده هيدخل الجنة ولا النار طبعا هيدخل النار لان اي حد هيعبد حاجة غير ربنا هيدخل النار سيدنا محمد كده قال لأهله بس لسه ما قالش لأهل مكة فطلع فوق جبل جبل جنب الكعبة اسمه جبل الصفا وقف سيدنا محمد ونده على كل الناس بصوت عالي الناس كلها تجمعت حوالين الجبل كل اهل مكة تجمعوا فسيدنا محمد سألهم لو قلتلكم كلامي هتصدقوه فردوا وقالوا طبعا انت عايش طول عمرك معانا وعمرك ما قلت الا الصدق وعمرك ابدا ما جذبت وحنا عارفينك فقال لهم ربنا اخترني ان اكون رسول عشان اقول لكل الناس انهم يعبدوا ربنا بس وحده عشان يدخلهم الجنة واللي هيعبد الاصنام الحجارة اللي ما بتسمعش ولا بتتكلم ولا بتفهم او يعبد اي حاجة تانية غير ربنا هيدخل النار اعبدوا ربنا وحده الناس فضلوا يفكروا في كلام سيدنا محمد الا واحد عمه عمه الشرير ابو لهب ابو لهب بصل سيدنا محمد وقال له تبا لك دي كلمة وحشة معناها تخسر وتموت سيدنا محمد ما ردش عليه بس ربنا بعث الملاك جبريل عليه السلام يقول لسيدنا محمد كلام ربنا تبت يده ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات لهب يعني ربنا قال ابو لهب هو اللي هيخسر وهيموت وهيموت كافر وهيدخل النار مراد ابو لهب كانت هي كمان ست شريرة اسمها ام جميل وعرفت ان ربنا بيقول ان ابو لهب هو اللي هيخسر وهيموت وهيدخل النار فراحت جابت حجر كبير عاوزة ترميه على سيدنا محمد سيدنا محمد كان قاعد عند الكعبة ومعا سيدنا ابو بكر جات مراد ابو لهب الشرير ام جميل وبتدور على سيدنا محمد عشان تضربه بالحجر سيدنا ابو بكر خاف لحسن تعمل حاجة وحشة في سيدنا محمد بس سيدنا محمد قال له ما تخافش راحت مراد ابو لهب عند ابو بكر وقالت له فين سحبك فين محمد انا لو شفته هضربه بالحجر ياه ده سيدنا محمد قاعد جنب سيدنا ابو بكر بس ربنا خلاها ما تشوفوش خالص عشان ربنا بيحفظ سيدنا محمد ومشت مراد ابو لهب وسيدنا محمد قال لابو بكر ربنا هو اللي خلاها ما تشوفنيش كان فيه ناس بتعبد الأصنام لما سمعت كلام سيدنا محمد أمنت بيه وسمعت كلامه وبقوا مسلمين مؤمنين طيبين بس الكفار الأشرار اللي لسه بيعبدوا الأصنام بقوا متضايقين قوي زعلنين إن كل يوم ناس بتسمع كلام سيدنا محمد تبقى مسلمة ومؤمنة وطيبة وتسيب الأصنام فقعدوا يفكروا في خطط خطط شريرة قعد الكفار مع بعض يفكروا نعمل إيه ده كمان الناس هيجوا من بره مكة وهيسمعوا كلام سيدنا محمد واحد منهم قال أيوة أنا عندي فكرة إحنا هنقول للناس اللي هتيجي مكة أوعى وتكلمه محمد لحسن ده ساحر وهيعمل فيك سحر يخليكم مؤمنين طيبين فالكفار بقوا يعودوا في الطريق واللي يدخل مكة يقولوله أوعى تكلم محمد ده ساحر هيخليك تسيب الأصنام بس محدش من الناس سمع كلامهم والناس راحت لسيدنا محمد وعرفوا أنه النبي وأمنوا بيه وبقوا مسلمين ومؤمنين طيبين الكفار ضغزوا أوي وقالوا خلاص إحنا هنعمل فكرة تانية هنفضل ندايق سيدنا محمد ونجتمه ونجتم المؤمنين ونتريق عليهم لغاية لما يرجعوا يعبدوا الأصنام فبقى الكفار الأشرار يشوفوا واحد مؤمن فقير هدومه مقطعة يفضلوا يترياء عليه عشان هو فقير سيدنا محمد حزن والدايق بس ربنا قال له ما تحزنش ولا تزعل وقال له لما تتدايق سبح ربنا يعني يقول سبحان الله سبحان الله واسجد لربنا وصلي وربنا هيخليك للحزن يروح من قلبك وهيخليك تنتصر عليهم وتكسبهم سيدنا محمد عمل ربنا قال له عليه وبقى متأكد أنه هينتصر عليهم ولقد نعلم أنه يضيق صدرق بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين الكفار الأشرار قاله خلاص هنعمل خطة جديدة مش هنخلي حد من الناس يعرف يسمع كلام سيدنا محمد هنفضل نعمل دوشة ونغني عشان محدش يسمع القرآن واللي مش هيعبد الأصنام بتاعتنا هنضربه وهنعزبه راح الكفار الأشرار جابوا المؤمنين واختاروا المساكين وربطوهم بالحبال وحطوهم في الشمس من غير مية ولا أكل وحطوا حجارة سخنة على جسمهم وقالوا لهم ها هتعبدوا الأصنام المؤمنين ردوا لأ ربنا بس هنعبد ربنا بس ربنا واحد وفضل المؤمنين يقولوا أحد أحد يعني ربنا واحد ومش هنعبد غيره أعزبه بلال بن رباح وعزبه عمار بن ياسر وأبوه وأمه سمية ومسلمين تانين كثير بس سيدنا محمد قال للمسلمين على الحل في بلد بعيد بعيد اسمها الحبشة بيسفروا لها بالسفينة وهناك فيه ملك فيه هناك ملك ملك عادل وطيب ومش بيظلم حد أبدا اسمه النجاشي سيدنا محمد قال للمسلمين اللي خايفين من الكفار يسافروا للحبشة ويعودوا هناك عشان محدش يؤذيهم ويعبدوا ربنا بحرية وسافر مسلمين كثير للحبشة وعاشوا فيها مبسوطين بس الكفار اضغازوا وعملوا إيه؟ بعتوا رجلين من الكفار ومعاهم هدايا كثير لملك الحبشة عشان يخلوا يرجع يرجع المسلمين اللي رحلوه بس يا طرى ملك الحبشة هيوافق يرجعهم ولا لأ؟ المسلمين لما سابوا مكة البلد الجميلة اللي فيها الكعبة وكانوا بيحبوها قوي بس سابوها غزبة عنهم وسافروا الحبشة عشان الكفار الأشرار بيضيقوهم ويعزبوا المسلمين عشان يخلوهم يعبدوا الأصنام عاش ملك الحبشة وعاش المسلمين في الحبشة عند الملك الطيب اللي مش بيظلم حد ولا بيضايق حد اسمه إيه الملك ده؟ اسمه النجاشي ملك الحبشة بس الكفار الأشرار بعتوا اتنين منهم ومعاهم هدايا حلوة كثير الملك النجاشي عشان يرجع المسلمين ودوا الهدايا للملك وقالوا له في ناس أشرار جم بردك الحبشة خليهم يرجعوا معنا قصدهم على المسلمين الطيبين الملك كان طيب وعادل رد عليهم وقال لهم لا أنا مش هخلي حد يرجع معاكم عشان هم دخلوا بلدي خايفين وأنا لازم أحميهم وهجبهم هنا واسألهم عن كل حاجة فالملك جاب المسلمين وسألهم انتوا ليه جيتوا عن ذي الحبشة وليه سبتوا أهلكوا في مكة أم جعفر جعفر ابن أبي طالب ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا ملك احنا في مكة كنا عايشين مع أهلنا وكنا كلنا بنعبض الأصنام وما كناش عارفين الصح وكنا بنعمل بعض وحش ومحدش بيهتم بقريبه وبندايق جرانا والقوي بيضرب الضعيف وبنظلم بعض لغاية لما جه سيبنا محمد الصادق الأمين النبي لربنا اختاره وعلمنا الصح وعلمنا الخير خالنا نعرف ان الأصنام دي ما تقدرش تعمل لنا حاجة جعفر كمل كلامه للملك وقال له سيدنا محمد علمنا حاجات كتير علمنا نعبد ربنا وندعي ربنا عشان هو بس اللي يقدر يعمل لنا كل حاجة علمنا نقول الصدق علمنا يبقى عندنا أمانة ونحافظ على حاجة بعض علمنا نحب قريبنا ونسأل عليهم علمنا نحب جرانا ونساعدهم علمنا ما نقزيش الطعيف ولا اليتيم ونحافظ على مشاعرهم ونحبهم ونساعدهم فاسمعنا كلام سيدنا محمد وأمنا به لكن الكفار اللي لسه بيعبدوا الأصنام أزونا وعزبونا عشان يخلونا نرجع تاني نعبدوا الأصنام بتاعتهم فجينا عندك الحبشة لما عرفنا أنك ملك عادل ومش بتظلم حد وبتدي كل إنسان حقه فالملك بصل جعفر وقال له قل لي كلام ربنا القرآن اللي سيدنا محمد علمه لكو جعفر قال له حاضر وفضل يقرأ قرآن صورة مريم الملك الدموع نزلت كتير من عينه عيط عشان اتأثر بكلام ربنا وقال للمسلمين أنا مش ممكن أسلمكم من الكفار أبدا أنتوا هتفضلوا عايشين عندي في الحبشة في أمان ومحدش من الكفار هيقدر يضايقكم وانتم عندي فرجع الكفار لمكة وهم حاسين أنهم مضغزين قوي اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبه والسلم أجمعين أتمنى تكون الحلقة عجبتكم النهاردة وهنكمل بإذن الله في حلقة جديدة أتمنى تكون استفدتم من حكاياتنا النهاردة وما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد وإلى اللقاء في حكاية جديدة من حكايات عائلة عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في القناة حكايات عائلة عمر ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بالنسلو النهاردة هنبدأ معاكم في أول قصة وهي قصة نزول الوحي على سيدنا محمد أول لما سيدنا محمد تم الأربعين سنة كان متعود يعبد ربنا فوق الجبل جبل اسمه جبل النور جوه غار الغار ده اسمه غار حراء بس في يوم من الأيام في شهر رمضان سيدنا محمد طلع الجبل ودخل الغار غار حراء عشان يعبد ربنا زي ما هو متعود عارفين إلا حصل؟ ربنا اختار اليوم ده عشان يبعث لسيدنا محمد ملك جوه الغار عشان يعلم سيدنا محمد هيعلمه كلام ربنا هيعلمه القرآن الملك ده اسمه إيه؟ اسمه سيدنا جبريل عليه السلام سيدنا محمد قاعد جوه الغار بيعبد ربنا وبيدعيه جاي جبريل عليه السلام لغار حراء وقال لسيدنا محمد اقرأ سيدنا محمد رد ما أنا بقارئ يعني أنا مش بعرف أقرأ فجبريل عليه السلام ضمه بقوة يعني حضنه جامد وبعدين سابه وقال له تاني اقرأ فرد الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ يعني أنا مش بعرف أقرأ فجبريل عليه السلام ضمه تاني يعني حضنه جامد وبعدين سابه وقال له اقرأ فرد الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ فجبريل عليه السلام ضمه تالت بس المرة دي سيدنا جبريل عليه السلام قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وبعدها اختفى جبريل عليه السلام من الغار فجأة الرسول عليه الصلاة والسلام خاف قوي ونزل من الجبل بسرعة وهو جسمه عرقان وبترعش جرى بسرعة على بيته عند السيدة خديجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان خايف لأنه لسه ما كانش يعرف ان جبريل عليه السلام هو ملاك من عند ربنا وان ربنا بعثه عشان يعلم سيدنا محمد القرآن كلام ربنا اللي هيخلي الناس تعمل الخير وتبعد عن الشر أول لما السيدة خديجة فتحت له الباب لقيته خايف قوي وجسمه بيترعش وعرقان قال لها بسرعة زملوني زملوني يعني غطوني غطوني فالسيدة خديجة بسرعة جبت له غطة طقيل ودفته بيه لأن جسمه كان كله بيترعش وكانت السيدة خديجة خايفة عليه جدا وبتنشف عرقه لغاية لما بقى كويس وبعدها السيدة خديجة سألته إيه اللي حصل فحكى لها كل اللي حصل بالزبط وقال لها قد إيه ان هو كان خايف السيدة خديجة طمنت سيدنا محمد عارفين ليه؟ قالت له ما تخافش ربنا مش هيخلي أي حاجة وحشة تحصل لك لأنك دايما بتقول الصدق ودايما طيب مع كل قريبك وبتهتم بيهم ودايما بتريح أي إنسان تعبان ودايما أخلاقك أحسن أخلاق وكمان بتكرم ضيوفك ولو أي حد حصل له مشكلة على طول بتساعده فما تخافش أبدا عشان اللي بيعمل أعمال الطيبة دي ربنا بيحميه وبعدين قالت له تعالى نروح نسأل عن اللي حصل ده نسأل ابن عمي اسمه إيه؟ اسمه ورقة ابن نوفل ورقة ابن نوفل كان راجل عجوز قوي وكان بيقرأ كتير كتير وكان عارف إن فيه نبي ربنا هيختاره عشان يعلم الناس كلها وكان عارف صفاته راحوا لورقة ابن نوفل وحكوا ليه كل اللي حصل عارفين قال لهم إيه؟ بصل سيدنا محمد وقال له والله أنا كنت متأكد إن أنت النبي اللي ربنا اختاره واللي جا لك في غار حراء هو جبريل الملاك اللي ربنا بيبعثه للأنبياء عشان يعلمهم وربنا بعتوا لكل الأنبياء اللي قابلك وبعتوا ليك عشان أنت النبي اللي ربنا اختاره بس ورقة ابن نوفل قال له على حاجة كمان حاجة تخوف قال له خد ذلك أهل مكة الكفار اللي بيعبودوا الأصنام لما يعرفوا إنك النبي اللي ربنا اختاره هيحربوك وهيقذوك وهيخلك تمشي وتسيب مكة سيدنا محمد سأله هيخرجوني من مكة فرد عليه ورقة ابن نوفل ايوة مفيش نبي ربنا بعثه اللو لازم يحربوا القفار ويتردوه ورقة ابن نوفل راجل عجوز اوي زي ما قلنا بس لسيدنا محمد وهو زعلان نفسي اكون شاب او اكون لسه عايش لما يحربوك عشان اساعدك على قد ما اقدر واكون معاك وراح قايم ورقة ابن نوفل الراجل العجوز وطع على رأس سيدنا محمد وبس رأسه لما عرف ان ده الانسان اللي ربنا اختاره عشان يكون النبي اللي هيعلم كل الناس اوامل ربنا بس يا ترى ايه اللي هيحصل لما يعرف كفار مكة ان سيدنا محمد هو النبي اللي ربنا اختاره سيدنا محمد والسيدة خديجة بعد لما راجعوا من عنده ورقة ابن نوفل اتطمنوا وعرفوا ان النبي اللي ربنا اختاره هو سيدنا محمد فالسيدة خديجة امنت بسيدنا محمد يعني ايه امنت بسيدنا محمد يعني قالت انا عرفت ان سيدنا محمد هو النبي اللي ربنا اختاره وهسمع كلامه في كل حاجة هيقول لي عليها عشان هو النبي اللي هيعلمني اوامل ربنا يبقى مين اول واحد امنت بسيدنا محمد وسمعت كلامه السيدة خديجة سيدنا محمد اطمن ورجع الغار تاني فوق فوق الجبل وقعد هناك يعبد ربنا ويدعي ربنا ومرت الايام في غار حراء وسيدنا محمد مستني جبريل عليه السلام يرجع تاني بس جبريل عليه السلام مجاش وسيدنا محمد فضل برضو يعبد ربنا ويدعي ولما خلص نزل من الجبل عشان يرجع لبيته وبعدين لما وصل لاخر الجبل تحت ومشي سمع صوت بينده عليه بص حواليه ملقاش حد فبص في السماء فشاف الملاج جبريل عليه السلام اللي جاله في الغار فخاف قوي برضو لانه لسه مش متعود انه يشوفه ورجع بيته بسرعة اول لما رجع البيت كان خايف وبيتراعش برضو والسيدة خديجة وغضته بسرعة تاني بس المرة دي سيدنا محمد سمع صوت جبريل عليه السلام وهو بيقول له كلام ربنا القرآن بيقول ايه يا ايها المدثر قم فانذر يعني ايه المدثر يعني الانسان اللي بيتغطى يعني يا محمد انت بتتغطى عشان خايف ما تخافش وقوم علم الناس يعبدوا ربنا عشان يدخلوا الجنة وقلهم اللي هيعبدوا الاصنام مش هيحبوا وهيبقى مكانوا في النار فسيدنا محمد اتطمن وبقى خايف وبقى مش خايف وعرف ان النبي اللي ربنا اختاره وان جبريل هو الملاك اللي هيقول له كلام ربنا عشان سيدنا محمد يعلم الناس كلها سيدنا محمد بدأ يقول للناس بس في السر يقولهم ان النبي يقولهم انه النبي وانهم لازم يعبدوا ربنا ويعلموا الخير وتبقى اخلاقهم طيبة كان بيقول كده للناس في السر عشان الكفار اشرار ولو عرفوا هيؤذوه ويديقوه وهيديقوا المؤمنين الطيبين اول راجل امن بسيدنا محمد يعني سمع كلامه وصدقه كان سيدنا ابو بكر الصديق سيدنا ابو بكر كان صاحب سيدنا محمد وسيدنا ابو بكر عارف من زمان ان سيدنا محمد صادق امين وعمره مقال غير صدق فامن بيه على طول واول ولد صغير امن بسيدنا محمد اسمه علي سيدنا علي كان عنده عشر سنين لما امن بسيدنا محمد بقى ولد مؤمن طيب يسمع كلام سيدنا محمد وكل يوم يعدي ناس كمان كانت تعرف سيدنا محمد وبقوا مؤمنين طيبين بس في السر وكانوا لما يبقوا عايزين يصلوا يستخبوا وراء الجبل عشان الكفار الاشرار ما يشوفوش وكانوا بيتجمعوا في السر في بيت اسمه دار الارقم بيتعلموا فيه القرآن يقعد المؤمنين الطيبين مع بعض ومعاهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمهم القرآن كلام ربنا ويعرفهم ان ربنا اللي خلقهم وخلق كل حاجة في الدنيا وانهم يعبدوا ربنا بس لان ربنا بس هو اللي يقدر يعلمنا كل حاجة يعمل لنا كل حاجة ويعلمهم الأخلاق الطيبة الصدق والأمانة والعطف على المساكين وكل أعمال الخير فضل سيدنا محمد تلات سنين تلات سنين يقول للناس في السر ويعلمهم في السر لغاية لما جبريل عليه السلام قال له لازم تعرف كل الناس وتعلم لكل الناس كل الناس لازم تعرف بس يترى الكفار الأشرار لما عرفوا هيحصل إيه سيدنا محمد في ضل تلات سنين بيعلم الناس في السر في دار اسمه دار الأرقام لغاية لما جبريل عليه السلام قال لسيدنا محمد إن ربنا بيأمره إنه يعرف كل الناس ويعلم لكل الناس ويعرفهم إنه النبي اللي ربنا اختاره فسيدنا محمد جمع كل أهله قريبه وقال لهم أنتوا قريبي وعارفين إن عمري ما قلتلكوا إلا الصدق إن ربنا اختارني إن أكون النبي اللي هيعلمكم ويعلم كل الناس وربنا واحد هو اللي خلقنا وماينفعش نوعه بتحدي تاني غير ربنا واللي هيعمل خير وهيطيع ربنا وهيسمع كلامه هيدخل الجنة واللي هيعبد أي حاجة تانية هيدخل النار فأهله سكته قعدوا يفكروا في كلامه إلا واحد من أهل سيدنا محمد عمه عمه أبو لهب كان عمه أبو لهب قلبه آسي ومن الأشرار وما بيحبش يسمع كلام ربنا أبو لهب قال لأهله وقريبه محدش يسمع كلام سيدنا محمد ولا يساعده لو حميتو أو ساعدتو كل الناس هتحاربكو هتموتكو خايف من الناس ومش خايف من ربنا بس عمه التاني أبو طالب كان طيب هو اللي رب سيدنا محمد قال لأبو لهب لأ أنا هاقص مع سيدنا محمد وهساعدك ومش خلي أي حد يؤذي أو يدايقه بس للأسف عمه أبو طالب رغم أنه بيحب سيدنا محمد وبيدافع عنه لكن كان بيعمل زي الكفار بيعبد الأصنام وخايف يبطل يعمل كده وخايف يسمع كلام سيدنا محمد ويعبد ربنا بس لحسن الكفار يتريقه عليه ويدايقه ويشتموه ففضل أبو طالب يعبد الأصنام وفي نفس الوقت بيحمي سيدنا محمد وبيمنع أي حد أن يؤذيه طب كده هيدخل الجنة ولا النار؟ طبعا هيدخل النار لأن أي حد هيعبد حاجة غير ربنا هيدخل النار سيدنا محمد كده قال لأهله بس لسه ما قالش الأهل مكة فطلع فوق جبل جبل جنب الكعبة اسمه جبل الصفا وقف سيدنا محمد ونده على كل الناس بصوت عالي الناس كلها تجمعت حوالين الجبل كل أهل مكة تجمعه فسيدنا محمد سألهم لو قلتلكم كلامي هتصدقوه فردوا قالوا طبعا أنت عايش طول عمرك معنا وعمرك ما قلت إلا الصدق وعمرك أبدا ما جذبت وإحنا عارفينك فقال لهم ربنا اخترني أن أكون رسول عشان أقول لكل الناس أنهم يعبدوا ربنا بس وحده عشان يدخلهم الجنة واللي هيعبدوا الأصنام الحجارة اللي ما بتسمعش ولا بتتكلم ولا بتفهم أو يعبد أي حاجة تانية غير ربنا هيدخل النار أعبدوا ربنا وحده الناس فضلوا يفكروا في كلام سيدنا محمد إلا واحد عمه عمه الشرير أبو لهب أبو لهب بصل سيدنا محمد وقال له تبا لك دي كلمة وحشة معناها هتخسر وتموت سيدنا محمد ما ردش عليه بس ربنا بعت الملاك جبريل عليه السلام يقول لسيدنا محمد كلام ربنا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب يعني ربنا قال أبو لهب هو اللي هيخسر وهيموت وهيموت كافر وهيدخل النار مرات أبو لهب كانت هي كمان ستة شريرة اسمها أم جميل وعرفت أن ربنا بيقول أن أبو لهب هو اللي هيخسر وهيموت وهيدخل النار فراحت جابت حجر كبير عاوزة ترميه على سيدنا محمد سيدنا محمد كان قاعد عند الكعبة ومعه سيدنا أبو بكر جات مرات أبو لهب الشرير أم جميل وبتدور على سيدنا محمد عشان تضربه بالحجر سيدنا أبو بكر خاف لحسن تعمل حاجة وحشة في سيدنا محمد بس سيدنا محمد قال له ما تخافش راحت مرات أبو لهب عند أبو بكر وقالت له فين سحبك فين محمد أنا لو شفته هضربه بالحجر ياه ده سيدنا محمد قاعد جنب سيدنا أبو بكر بس ربنا خلاها ما تشوفوش خالص عشان ربنا بيحفظ سيدنا محمد ومشت مرات أبو لهب وسيدنا محمد قال لأبو بكر ربنا هو اللي خلاها ما تشوفنيش كان فيه ناس بتعبد الأصنام لما سمعت كلام سيدنا محمد أمنت بيه وسمعت كلامه وبقوا مسلمين مؤمنين طيبين بس الكفار الأشرار اللي لسه بيعبدوا الأصنام بقوا متضايقين قوي زعلنين أن كل يوم ناس بتسمع كلام سيدنا محمد تبقى مسلمة ومؤمنة وطيبة وتسيب الأصنام فقعدوا يفكروا في خطط خطط شريرة قعد الكفار مع بعض يفكروا نعمل إيه ده كمان الناس هيجوا من بره مكة وهيسمعوا كلام سيدنا محمد واحد منهم قال أيوة أنا عندي فكرة إحنا هنقول للناس اللي هتيجي مكة أوعدوا تكلمه محمد لحسن ده ساحر وهيعمل فيك سحر يخليكم مؤمنين طيبين فالكفار بقوا يعودوا في الطريق واللي يدخل مكة يقولوله أوعدوا تكلم محمد ده ساحر هيخليك تسيب الأصنام بس محدش من الناس سمع كلامهم والناس راحت لسيدنا محمد وعرفوا أنه النبي وأمنوا بيه وبقوا مسلمين ومؤمنين طيبين الكفار ضغزوا قوي وقالوا خلاص إحنا هنعمل فكرة تانية هنفضل ندايق سيدنا محمد ونشتمه ونشتم المؤمنين ونتريق عليهم لغاية لما يرجعوا يعبدوا الأصنام فبقى الكفار الأشرار يشوفوا واحد مؤمن فقير هدومه مقطعة يفضلوا يتريقوا عليه عشان هو فقير سيدنا محمد حزن واتدايق بس ربنا قال له ما تحزنش ولا تزعل وقال له لما تتدايق سبح ربنا يعني قول سبحان الله سبحان الله واسجد لربنا وصلي وربنا هيخليكون الحزن يروح من قلبك وهيخليك تنتصر عليهم وتكسبهم سيدنا محمد عمل ربنا قال له عليه وبقى متأكد أنه هينتصر عليهم ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين الكفار الأشرار قالوا خلاص هنعمل خطة جديدة مش هنخلي حد من الناس يعرف يسمع كلام سيدنا محمد هنفضل نعمل دوشة ونغني عشان محدش يسمع القرآن واللي مش هيعبد الأصنان بتاعتنا هنضربه وهنعزبه راح الكفار الأشرار جابوا المؤمنين واختاروا المساكين وربطوهم بالحبال وحطوهم في الشمس من غير مية ولا أكل وحطوا حجارة سخنة على جسمهم وقالوا لهم ها هتعبدوا الأصنام؟ المؤمنين ردوا لأ ربنا بس هنعبد ربنا بس ربنا واحد وفضل المؤمنين يقولوا أحد أحد يعني ربنا واحد ومش هنعبد غيره عزبه بلال بن رباح وعزبه عمار بن ياسر وأبوه وأمه سمية ومسلمين تانين كتير بس سيدنا محمد قال للمسلمين على الحل في بلد بعيد بعيد اسمها الحبشة بيسفروا لها بالسفينة وهناك فيه ملك فيه هناك ملك ملك عادل وطيب ومش بيظلم حد أبدا اسمه النجاشي سيدنا محمد قال للمسلمين اللي خايفين من القفار يسفروا للحبشة ويعودوا هناك عشان محدش يؤذيهم ويعبدوا ربنا بحرية وسافر مسلمين كتير للحبشة وعاشوا فيها مبسوطين بس كفار اضغازوا وعملوا ايه بعتوا رجلين من الكفار ومعاهم هدايا كتير لملك الحبشة عشان يخلوه يرجع المسلمين اللي رحلوه بس يا ترى ملك الحبشة هيوافق يرجحهم ولا لأ المسلمين لما سابوا مكة البلد الجميلة اللي فيها الكعبة وكانوا بيحبوها قوي بس سابوها غزبة عنهم وسافروا الحبشة عشان الكفار الاشرار بيضايقوهم وبيعزبوا المسلمين عشان يخلوهم يعبدوا الاصنام عايش ملك الحبشة وعايش المسلمين في الحبشة عند الملك الطيب اللي مش بيظلم حد ولا بيضايق حد اسمه ايه الملك ده اسمه النجاشي ملك الحبشة بس الكفار الاشرار بعتوا اتنين منهم ومعاهم هدايا حلوة كتير الملك النجاشي عشان يرجع المسلمين ودوا الهدايا للملك وقالوله في ناس اشرار جم بلدك الحبشة خليهم يرجعوا معنا اصدهم على المسلمين الطيبين الملك كان طيب وعادل رد عليهم وقال لهم لا انا مش هخلي حد يرجع معاكم عشان هم دخلوا بلدي خايفين وانا لازم احميهم وهجبهم هنا واسألهم عن كل حاجة فالملك جاب المسلمين وسألهم انتوا ليه جيتوا عن ذي الحبشة وليه سبتوا اهلكوا في مكة ام جعفر جعفر ابن ابي طالب ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا ملك احنا في مكة كنا عايشين مع اهلنا وكنا كلنا بنعبض الاصنام وما كناش عارفين الصح وكنا بنعمل بعض وحش ومحدش بيهتم بقى ريبه وبيندايق جرانا والقوي بيدرب الضعيف وبنظلم بعض لغاية لما جه سيدنا محمد الصادق الامين النبي لربنا اختاره وعلمنا علمنا الصح وعلمنا الخير خالنا نعرف ان الاصنام دي ما تقدرش تعمل لنا حاجة جعفر كمل كلامه للملك وقال له سيدنا محمد علمنا حاجات كتير علمنا نعبد ربنا وندعي ربنا عشان هو بس اللي يقدر يعمل لنا كل حاجة علمنا نقول الصدق علمنا يبقى عندنا امانة ونحافظ على حاجة بعض علمنا نحب قريبنا ونسأل عليهم علمنا نحب جرانا ونساعدهم علمنا ما نقذيش الطعيف ولا اليتيم ونحافظ على مشاعرهم ونحبهم ونساعدهم فاسمعنا كلام سيدنا محمد وامن نبيه لكن الكفار اللي لسه بيعبدوا الاصنام ازونا وعزبونا عشان يخلونا نرجع تاني نعبدوا الاصنام بتاعتهم فجينا عندك الحبشة لما عرفنا انك ملك عادل ومش بتظلم حد وبتدي كل انسان حقه فالملك بصل جعفر وقال له قل لي كلام ربنا القرآن اللي سيدنا محمد علمه لكه جعفر قال له حاضر وفضل يقرأ قرآن صورة مريم الملك الدموع نزلت كتير من عينه عيط عشان اتأثر بكلام ربنا وقال للمسلمين انا مش ممكن اسلمكم من الكفار ابدا انتو هتفضلوا عايشين عندي في الحبشة في امان ومحدش من الكفار هيقدر يضايقكم وانتم عندي فرجع الكفار لمكة وهم حاسين انهم مضغضين قوي اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبه واسلم اجمعين اتمنى تكون الحلقة عجبتكم النهاردة وهنكمل بإذن الله في حلقة جديدة اتمنى تكون استفدتم من حكاياتنا النهاردة وما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد وإلى اللقاء في حكاية جديدة من حكايات عائلة عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في القناة حكايات عائلة عمر ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بالنسلو النهاردة هنبدأ معاكم في اول قصة وهي قصة نزول الوحي على سيدنا محمد اول لما سيدنا محمد تم الاربعين سنة كان متعود يعبد ربنا فوق الجبل جبل اسمه جبل النور جوه غار الغار ده اسمه غار حراء بس في يوم من الايام في شهر رمضان سيدنا محمد طلع الجبل ودخل الغار غار حراء عشان يعبد ربنا زي ما هو متعود عارفين إلا حصل ربنا اختار اليوم ده عشان يبعت لسيدنا محمد ملك جوه الغار عشان يعلم سيدنا محمد هيعلمه كلام ربنا هيعلمه القرآن الملك ده اسمه ايه اسمه سيدنا جبريل عليه السلام سيدنا محمد قاعد جوه الغار بيعبد ربنا وبيدعيه جا جبريل عليه السلام لغار حراء وقال لسيدنا محمد اقرأ سيدنا محمد رد ما انا بقارئ يعني انا مش بعرف اقرأ فجبريل عليه السلام ضمه بقوة يعني حضنه جامد وبعدين سابه وقال له تاني اقرأ فرد الرسول صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ يعني انا مش بعرف اقرأ فجبريل عليه السلام ضمه تاني يعني حضنه جامد وبعدين سابه وقال له اقرأ فرد الرسول صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ فجبريل عليه السلام ضمه ثالث بس المرة دي سيدنا جبريل عليه السلام قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وبعدها اختفى جبريل عليه السلام من الغار فجأة الرسول عليه الصلاة والسلام خاف قوي ونزل من الجبل بسرعة وهو جسمه عرقان وبتراش جرى بسرعة على بيته عند السيدة خديجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان خايف لأنه لسه ما كانش يعرف ان جبريل عليه السلام هو ملاك من عند ربنا وان ربنا بعثه عشان يعلم سيدنا محمد القرآن كلام ربنا اللي هيخلي الناس تعمل الخير وتبعد عن الشر أول لما السيدة خديجة فتحت له الباب لقيته خايف قوي وجسمه بيترعش وعرقان قال لها بسرعة زملوني زملوني يعني غطوني غطوني فالسيدة خديجة بسرعة جبت له غطة طقيل ودفته بيه لأن جسمه كان كله بيترعش وكانت السيدة خديجة خايفة عليه جدا وبتنشف عرقه لغاية لما بقى كويس وبعدها السيدة خديجة سألته إيه اللي حصل فحكى لها كل اللي حصل بالزبط وقال لها قد إيه إن هو كان خايف السيدة خديجة ضمنت سيدنا محمد عارفين ليه؟ قالت له ما تخافش ربنا مش هيخلي أي حاجة وحشة تحصل لك لأنك دايما بتقول الصدق ودايما طيب مع كل قريبك وبتهتم بيهم ودايما بتريح أي إنسان تعبان ودايما أخلاقك أحسن أخلاق وكمان بتكرم ضيوفك ولو أي حد حصل له مشكلة على طول بتساعده فما تخافش أبدا عشان اللي بيعمل أعمال الطيبة دي ربنا بيحميه وبعدين قالت له تعال نروح نسأل عن اللي حصل ده نسأل ابن عمي اسمه إيه؟ اسمه ورقة ابن نوفل ورقة ابن نوفل كان راجل عجوز قوي وكان بيقرى كتير كتير وكان عارف إن فيه نبي ربنا هيختاره عشان يعلم الناس كلها وكان عارف صفاته راحوا لورقة ابن نوفل وحكوا ليه كل اللي حصل عارفين قال لهم إيه؟ بصل سيدنا محمد وقال له والله أنا كنت متأكد إن أنت النبي اللي ربنا اختاره واللي جاء لك في غار حراء هو جبريل الملاك اللي ربنا بيبعته للأنبياء عشان يعلمهم وربنا بعته لكل الأنبياء اللي قابلك وبعته ليك عشان أنت النبي اللي ربنا اختاره بس ورقة ابن نوفل قال له على حاجة كمان حاجة تخوف قال له خد بالك أهل مكة الكفار اللي بيعبودوا الأصنام لما يعرفوا إنك النبي اللي ربنا اختاره هيحربوك وهيأذوك وهيخلك تمشي وتسيب مكة سيدنا محمد سأله هيخرجوني من مكة فرد عليه ورقة ابن نوفل أيوة مفيش نبي ربنا بعته إلا هو لازم يحربوا القفار ويتردوه ورقة ابن نوفل راجل عجوز قوي زي ما قلنا بس لسيدنا محمد وهو زعلان نفسي أكون شاب أو أكون لسه عايش لما يحربوك عشان أساعدك على قد ما أقدر وأكون معاك ورح قايم ورقة ابن نوفل الراجل العجوز ووضع على راس سيدنا محمد وبس راسه لما عرف إن ده الإنسان اللي ربنا اختاره عشان يكون النبي اللي هيعلم كل الناس أوامر ربنا بس يا ترى إيه اللي هيحصل لما يعرف كفار مكة إن سيدنا محمد هو النبي اللي ربنا اختاره سيدنا محمد والسيدة خديجة بعد لما راجعوا من عنده ورقة ابن نوفل اتطمنوا وعرفوا إن النبي اللي ربنا اختاره هو سيدنا محمد فالسيدة خديجة أمنت بسيدنا محمد يعني إيه أمنت بسيدنا محمد يعني قالت أنا عرفت إن سيدنا محمد هو النبي اللي ربنا اختاره وهسمع كلامه في كل حاجة هيقول لي عليها عشان هو النبي اللي هيعلمني أوامر ربنا يبقى مين أول واحد أمنت بسيدنا محمد وسمعت كلامه السيدة خديجة سيدنا محمد يطمن ورجع الغار تاني فوق فوق الجبل وقعد هناك يعبد ربنا ويدعي ربنا ومرت الأيام في غار حراء وسيدنا محمد نستني جبريل عليه السلام يرجع تاني بس جبريل عليه السلام مجاش وسيدنا محمد فضل برضو يعبد ربنا ويدعي ولما خلص نزل من الجبل عشان يرجع لبيته وبعدين لما وصل لآخر الجبل تحت ومشي سمع صوت بينده عليه بص حواليه ملقاش حد فبص في السماء فشاف الملاج جبريل عليه السلام اللي جاله في الغار فخاف قوي برضو لإنه لسه مش متعود أنه يشوفه ورجع بيته بسرعة أول لما رجع البيت كان خايف وبيترعش برضو والسيدة خديجة غضته بسرعة تاني بس المرة دي سيدنا محمد سمع صوت جبريل عليه السلام وهو بيقول له كلام ربنا القرآن بيقول إيه يا أيها المدثر قم فأنذر يعني إيه المدثر يعني الإنسان اللي بيتغطى يعني يا محمد أنت بتتغطى عشان خايف ما تخافش وقوم علم الناس يعبدوا ربنا عشان يدخلوا الجنة وقلهم اللي هيعبدوا الأصنام مش هيحبه وهيبقى مكانه في النار فسيدنا محمد اطمن وبقى خايف وبقى مش خايف وعرف إن النبي اللي ربنا اختاره وإن جبريل هو الملاك اللي هيقول له كلام ربنا عشان سيدنا محمد يعلم الناس كلها سيدنا محمد بدأ يقول للناس بس في السر يقول لهم إن النبي يقول لهم إنه النبي وإنهم لازم يعبدوا ربنا ويعلموا الخير وتبقى أخلاقهم طيبة كان بيقول كده للناس في السر عشان الكفار أشرار ولو عرفوا هيؤذوا ويديقوا وهيديقوا المؤمنين الطيبين أول راجل آمن بسيدنا محمد يعني سمع كلامه وصدقه كان سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا أبو بكر كان صاحب سيدنا محمد وسيدنا أبو بكر عارف من زمان إن سيدنا محمد صادق أمين وعمره مقال غير صدق فآمن به على طول وأول ولد صغير آمن بسيدنا محمد اسمه علي سيدنا علي كان عنده عشر سنين لما آمن بسيدنا محمد بقى ولد مؤمن طيب يسمع كلام سيدنا محمد وكل يوم يعدي ناس كمان كانت تعرف سيدنا محمد وبقوا مؤمنين طيبين بس فيه السر وكانوا لما يبقوا عايزين يصلوا يستخبوا وراء الجبل عشان الكفار الأشرار ما يشوفوش وكانوا بيتجمعوا في السر في بيت اسمه دار الأرقم بيتعلموا فيه القرآن يقعد المؤمنين الطيبين مع بعض ومعاهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمهم القرآن كلام ربنا ويعرفهم أن ربنا اللي خلقهم وخلق كل حاجة في الدنيا وأنهم يعبدوا ربنا بس لأن ربنا بس هو اللي يقدر يعلمنا كل حاجة يعمل لنا كل حاجة ويعلمهم الأخلاء الطيبة الصدق والأمانة والعطفة على المساكين وكل أعمال الخير فضل سيدنا محمد ثلاث سنين ثلاث سنين يقول للناس في السر ويعلمهم في السر لغاية لما جبريل عليه السلام قال له لازم تعرف كل الناس وتعلم لكل الناس كل الناس لازم تعرف بس يطرى الكفار الأشرار لما عرفوا هيحصل إيه؟ سيدنا محمد فضل ثلاث سنين بيعلم الناس في السر في دار اسمه دار الأرقام لغاية لما جبريل عليه السلام قال لسيدنا محمد أن ربنا بيأمره أنه يعرف كل الناس ويعلم لكل الناس ويعرفهم أنه النبي اللي ربنا اختاره فسيدنا محمد جمع كل أهله قريبه وقال لهم أنتوا قريبي وعارفين أن عمري ما قلتلكوا إلا الصدق أن ربنا اختارني أن أكون النبي اللي هيعلمكم ويعلم كل الناس وربنا واحد هو اللي خلقنا وماينفعش نعبد حد تاني غير ربنا واللي هيعمل خير وهيطيع ربنا وهيسمع كلامه هيدخل الجنة واللي هيعبد أي حاجة تانية هيدخل النار فأهله سكتوا قعدوا يفكروا في كلامه إلا واحد من أهل سيدنا محمد عمه عمه أبو لهب كان عمه أبو لهب قلبه آسي ومن الأشرار وما بيحبش يسمع كلام ربنا أبو لهب قال لأهله قريبه محدش يسمع كلام سيدنا محمد ولا يساعده لو حميتو أو ساعدتو كل الناس هتحاربكو وهتموتكو خايف من الناس ومش خايف من ربنا بس عمه التاني أبو طالب كان طيب هو اللي رب سيدنا محمد قال لأبو لهب لأ أنا هقف مع سيدنا محمد وهساعده ومش خلي أي حد يؤذي أو يدايقه بس للأسف عمه أبو طالب رغم أنه بيحب سيدنا محمد وبيدافع عنه لكن كان بيعمل زي الكفار بيعبد الأصنام وخايف يبطل يعمل كده وخايف يسمع كلام سيدنا محمد ويعبد ربنا بس لحسن الكفار يتريقه عليه ويدايقه ويشتمه ففضل أبو طالب يعبد الأصنام وفي نفس الوقت بيحمي سيدنا محمد وبيمنع أي حد يؤذيه طب كده هيدخل الجنة ولا النار طبعا هيدخل النار لأن أي حد هيعبد حاجة غير ربنا هيدخل النار سيدنا محمد كده قال لأهله بس لسه ما قالش الأهل مكة فطلع فوق جبل جبل جنب الكعبة اسمه جبل الصفا وقف سيدنا محمد ونده على كل الناس بصوت عالي الناس كلها تجمعت حوالين الجبل كل أهل مكة تجمعه فسيدنا محمد سألهم لو قلتلكم كلامي هتصدقوه فردوا قالوا طبعا انت عايش طول عمرك معانا وعمرك ما قلت إلا الصدق وعمرك أبدا ما جذبت وإحنا عارفينك فقال لهم ربنا اخترني أن أكون رسول عشان أقول لكل الناس أنهم يعبدوا ربنا بس وحده عشان يدخلهم الجنة واللي هيعبدوا الأصنام الحجارة اللي ما بتسمعش ولا بتتكلم ولا بتفهم أو يعبد أي حاجة تانية غير ربنا هيدخل النار أعبدوا ربنا وحده الناس فضلوا يفكروا في كلام سيدنا محمد إلا واحد عمه عمه الشرير أبو لهب أبو لهب وصل سيدنا محمد وقال له تبا لك دي كلمة وحشة معناها تخسر وتموت سيدنا محمد ما ردش عليه بس ربنا بعث الملاك جبريل عليه السلام يقول لسيدنا محمد كلام ربنا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات لهب يعني ربنا قال أبو لهب هو اللي هيخسر وهيموت وهيموت كافر وهيدخل النار مرات أبو لهب كانت هي كمان ستة شريرة اسمها أم جميل وعرفت أن ربنا بيقول أن أبو لهب هو اللي هيخسر وهيموت وهيدخل النار فراحت جابت حجر كبير عاوزة ترميه على سيدنا محمد سيدنا محمد كان قاعد عند الكعبة ومعا سيدنا أبو بكر جات مرات أبو لهب الشرير أم جميل وبتدور على سيدنا محمد عشان تضربه بالحجر سيدنا أبو بكر خاف لحسن تعمل حاجة وحشة في سيدنا محمد بس سيدنا محمد قال له ما تخافش راحت مرات أبو لهب عند أبو بكر وقالت له فين سحبك فين محمد أنا لو شفته هضربه بالحجر ياه ده سيدنا محمد قاعد جنب سيدنا أبو بكر بس ربنا خلاها ما تشوفوش خالص عشان ربنا بيحفظ سيدنا محمد ومشت مرات أبو لهب وسيدنا محمد قال لأبو بكر ربنا هو اللي خلاها ما تشوفنيش كان فيه ناس بتعبد الأصنام لما سمعت كلام سيدنا محمد أمنت بيه وسمعت كلامه وبقوا مسلمين مؤمنين طيبين بس الكفار الأشرار اللي لسه بيعبدوا الأصنام بقوا متضايقين قوي زعلنين إن كل يوم ناس بتسمع كلام سيدنا محمد تبقى مسلمة ومؤمنة وطيبة وتسيب الأصنام فقعدوا يفكروا في خطط خطط شريرة قعد الكفار مع بعض يفكروا نعمل إيه ده كمان الناس هيجوا من بره مكة وهيسمعوا كلام سيدنا محمد واحد منهم قال أيوة أنا عندي فكرة إحنا هنقول للناس اللي هتيجي مكة أوعدوا تكلموا محمد لحسن ده ساحر وهيعمل فيكوا سحر يخليكم مؤمنين طيبين فالكفار بقوا يعودوا في الطريق واللي يدخل مكة يقولوله أوعدوا تكلم محمد ده ساحر هيخليك تسيب الأصنام بس محدش من الناس سمع كلامهم والناس راحت لسيدنا محمد وعرفوا أنه النبي وأمنوا بيه وبقوا مسلمين ومؤمنين طيبين الكفار ضغزوا أوي وقالوا خلاص إحنا هنعمل فكرة تانية هنفضل ندايق سيدنا محمد ونجتمه ونجتم المؤمنين ونتريق عليهم لغاية لما يرجعوا يعبدوا الأصنام فبقى الكفار الأشرار يشوفوا واحد مؤمن فقير هدومه مقطعة يفضلوا يتريقوا عليه عشان هو فقير سيدنا محمد حزن والدايق بس ربنا قال له ما تحزنش ولا تزعل وقال له لما تتدايق سبح ربنا يعني اقول سبحان الله سبحان الله واسجد لربنا وصلي وربنا هيخليك للحزن يروح من قلبك وهيخليك تنتصر عليهم وتكسبهم سيدنا محمد عمل ربنا قال له عليه وبقى متأكد أنه هينتصر عليهم ولقد نعلم أنه يضيق صدرق بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين الكفار الأشرار قالوا خلاص هنعمل خطة جديدة مش هنخلي حد من الناس يعرف يسمع كلام سيدنا محمد هنفضل نعمل دوشة ونغني عشان محدش يسمع القرآن واللي مش هيعبد الأصنام بتاعتنا هنضربه وهنعزبه راح الكفار الأشرار جابوا المؤمنين واختاروا المساكين وربطوهم بالحبال وحطوهم في الشمس من غير مية ولا أكل وحطوا حجارة سخنة على جسمهم وقالوا لهم ها هتعبدوا الأصنام المؤمنين ردوا لأ ربنا بس هنعبد ربنا بس ربنا واحد وفضل المؤمنين يقولوا أحد أحد يعني ربنا واحد ومش هنعبد غيره عزبه بلال بن رباح وعزبه عمار بن ياسر وأبوه وأمه سمية ومسلمين تانين كتير بس سيدنا محمد قال للمسلمين على الحل في بلد بعيد بعيد اسمها الحبشة بيسافروا لها بالسفينة وهناك فيه ملك فيه هناك ملك ملك عادل وطيب ومش بيظلم حد أبدا اسمه النجاشي سيدنا محمد قال للمسلمين اللي خايفين من الكفار يسافروا للحبشة ويعودوا هناك عشان محدش يؤذيهم ويعبدوا ربنا بحرية وسافر مسلمين كتير للحبشة وعاشوا فيها مبسوطين بس كفار اضغازوا وعملوا ايه بعتوا رجلين من الكفار ومعاهم هدايا كتير لملك الحبشة عشان يخلوه يرجع يرجع المسلمين اللي رحلوه بس يا ترى ملك الحبشة هيوافق يرجحهم ولا لأ المسلمين لما سابوا مكة البلد الجميلة اللي فيها الكعبة وكانوا بيحبوها قوي بس سابوها غزبة عنهم وسافروا الحبشة عشان الكفار الأشعار بيضيقوهم وبيعذبوا المسلمين عشان يخلوهم يعبود الأصنام عاش ملك الحبشة وعاش المسلمين في الحبشة عند الملك الطيب اللي مش بيظلم حد ولا بيضايق حد اسمه ايه الملك ده اسمه النجاشي ملك الحبشة بس الكفار الأشعار بعتوا اتنين منهم ومعاهم هدايا حلوة كتير الملك النجاشي عشان يرجع المسلمين ودوا الهدايا للملك وقالوله في ناس أشرار جم بلدك الحبشة خليهم يرجعوا معنا قصدهم على المسلمين الطيبين الملك كان طيب وعادل رد عليهم وقال لهم لا انا مش هخلي حد يرجع معاكم عشان هم دخلوا بلدي خايفين وانا لازم احميهم وهجبهم هنا واسألهم عن كل حاجة فالملك جاب المسلمين وسألهم انتوا ليه جيتوا عن ذي الحبشة وليه سبتوا أهلكوا في مكة جعفر ابن أبي طالب ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا ملك احنا في مكة كنا عايشين مع أهلنا وكنا كلنا بنعبض الأصنام وما كناش عارفين الصح وكنا بنعمل بعض وحش ومحدش بيهتم بقريبه وبندايق جرانا والقوي بيضرب الضعيف وبنظلم بعض لغاية لما جه سيدنا محمد الصادق الأمين النبي لربنا اختاره وعلمنا الصح وعلمنا الخير خالنا نعرف ان الأصنام دي ما تقدرش تعمل لنا حاجة جعفر كمل كلامه للملك وقال له سيدنا محمد علمنا حاجات كتير علمنا نعبد ربنا وندعي ربنا عشان هو بس اللي يقدر يعمل لنا كل حاجة علمنا نقول الصدق علمنا يبقى عندنا أمانة ونحافظ على حاجة بعض علمنا نحب قريبنا ونسأل عليهم علمنا نحب جرانا ونساعدهم علمنا ما نقزيش الطعيف ولا اليتيم ونحافظ على مشاعرهم ونحبهم ونساعدهم فاسمعنا كلام سيدنا محمد وأمنا بيه لكن الكفار اللي لسه بيعبدوا الأصنام أزونا وعزبونا عشان يخلونا نرجع تاني نعبدوا الأصنام بتاعتهم فجينا عندك الحبشة لما عرفنا أنك ملك عادل ومش بتظلم حد وبتدي كل إنسان حقه فالملك بصل جعفر وقال له قل لي كلام ربنا القرآن اللي سيدنا محمد علمه لكه جعفر قال له حاضر وفضل يقرأ قرآن صورة مريم الملك الدموع نزلت كتير من عينه عيط عشان يتأثر بكلام ربنا وقال للمسلمين أنا مش ممكن أسلمكم من الكفار أبدا أنتوا هتفضلوا عايشين عندي في الحبشة في أمان ومحدش من الكفار هيقدر يضايقكم وانتم عندي فرجع الكفار لمكة وهم حاسين أنهم متغاضين قوي اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبه والسلم أجمعين أتمنى تكون الحلقة عجبتكم النهاردة وهنكمل بإذن الله في حلقة جديدة أتمنى تكون استفدتم من حكاياتنا النهاردة وما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد وإلى اللقاء في حكاية جديدة من حكايات عائلة عمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر